هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجنا لكم بمقطع جديد ومقطع ردد ردمشين توزي اللهب طبعا في هذا المقطع راح أوريكم من وين تجيبون ملابس وتلبسون أرثر مورغين ملابس فغمة طبعا كثير سألني صالح وين ملابس العادية صالح وين ملابس العادية ففي هذا المقطع راح أوريكم إياها بالضبط طبعا الملابس تقدر تشري ملابس من محل اللي هو الجنرال ستور هذا المحل تحصله تقريبا في أي مدينة أي مدينة تزورها راح تحصل عندها اللي هو الجنرال ستور أو المحل العام اللي يبيع كل شيء هذا المحل بتاعه كله طبعا لما توصل لمكان الجنرال ستور راح تروح عند البايع تضغط إلتو بعدها راح تضغط المثلث عشان نشوف الكتالوجي الملابس أو كتالوجي الأشياء اللي بيعها أول شي راح تروح عند اللي هو الكروتس أو آخر خيار موجود عندك اللي هو راح يكون خيار الملابس بعدها راح تظهر لنا تقريبا مجموعة من الخيارات وهذه الخيارات هي اللي راح تكون الملابس بالنسبة لأول خيار اللي هو خيار الأوتفيتس راح تكون ملابس جاهزة مطقم لك إياه هو فإن تختار اللي عجبك واشتريه لكن أنا صراحة ما أنصحك لأنه كل الملابس أبو كلب يعني مثلاً عجبك أحد الملابس اضغط عليها إكس اللي هو عشان يظهر لك شكلها بعدها اضغط مربع عشان يطلع لك كل الملابس وتشوفها كلها وراء ضعف زي ما تشوفون في الجيم بلاي راح يرسل لك اللي هو الملابس وانت تختار اللي يعجبك لكن صراحة أنا سعارها جداً جداً غالية وأبو كلب انت طقم لنفسك أحسن لك عشان نرجع للكتالوج مرة أخرى راح نضغط اللي هو دايرة بالنسبة للخيار الثاني أو خيار الهاتس راح يكون اللي هو خيار الطاقيات أو طاقيات الكابوي اللي ممكن تلبسها لأرثر مورغن اختار أحد الطاقيات واضغط عليها إكس عشان يظهر لك إياها بعدها راح تضغط مربع عشان يطلع لك كل الطاقيات اللي ممكن تشتريها تقريباً عندك 19 طاقية مختلفة وشكل مختلف ولما تضغط إكس على أحد الطاقيات اللي تعجبك يمديك تختار اللون حقها يعني أول شيء اختار الشكل اللي يعجبك بعد الشكل اللي يعجبك يضغط إكس عشان تختار اللون اللي يعجبك يعني صراحة عندك عدة خيارات وألوانها صراحة فخمة اختار أحد الألوان اللي تعجبك بعدها أضغط عليها إكس عشان تشتريها وبكذا يكون رسمياً إنت اشتريت الطاقية اللي تبغاها بالنسبة للخيار الثالث راح يكون خيار الكوتس أو خيار اللي هو المعاطف اختار أحد المعاطف اللي تعجبك أضغط عليها إكس بعدها راح تطلع لك زي كذا أضغط مربع عشان يطلع لك جميع الكوتس أو المعاطف الموجودة في المحل طبعاً راح تظهر لك مجموعة من المعاطف اختار اللي يعجبك بعدها أيضاً اختار اللون اللي يعجبك وبعدها اشتريه فيعني طريقة استعراض الملابس جداً حلوة صراحة وأحلم فيها أنه ما حدوك على لون واحد لا تقدر تختار اللون اللي يعجبك بالنسبة للخيار الرابع راح يكون هو خيار الشيرتس أو خيار القميص اللي يكون تحت المعطف فيضغط إكس على أحد الكتالوجات بعدها اضغط مربع عشان يطلع لك أو يطلع لك شكل القمصان اللي ممكن تأخذها اختار الشكل اللي يعجبك بعدما تختار الشكل اللي يعجبك اختار اللون اللي يعجبك بالنسبة للخيار اللي بعده راح يكون خيار الفيستس أو خيار والله ما أدري كيف أشرح لكم إياها لكن ممكن بشكلها راح تعرفونها هذه هي الفيست راح تكون تحت الشيرتس يعني عندك المعطف بعدين الشيرتس بعدين هذه فوق الشيرتس راح تفهمون أكثر لما تشوفون شكلها راح يكون عندك مجموعة من الأشكال ومجموعة من التفاصيل الحلوة ويعني فيه نكشات جدا أسطورية للفيست فاختار أحد الأشكال اللي تعجبك بعدما تختار الشكل اختار اللون كذا يكون انت أخذت لك كوت وأخذت لك قميص وأخذت لك الفيست وأيضا خذت لك طاقية بالنسبة للخيار اللي بعده راح يكون خيار البانتس أو خيار البنطلونات أو الجنزات بنفس الطريقة راح تضغط عليها اكس بعدها من الكتالوجات اللي تطلع لك راح تضغط اكس على حدها بعدها راح تضغط مربع عشان يطلع لك إياها بشكل كامل ويظهر لك جميع البنطلونات أو الجنزات اللي ممكن تشتريها طبعا عندك تقريبا عشرة بنطلونات ممكن تشتريها وفي بعضها شكالها يعني فخمة وبعضها أبو كلب مقطع وحالتها حالة فانت اختار اللي يعجبك وبعدها اختار اللون وبكذا انت تقريبا خطى لك طاقم جدا أسطوري من تطاقيمك الحلو بالنسبة للخيار اللي بعده راح يكون خيار البوتس أو خيار الجزم اللي تلبسها آرثر مورغين الأسطورة راح تطلع لك مجموعة من الجزم اللي ممكن تشتريها تقريبا عندك عشرين جزمة مختلفة بتصاميم مختلفة ونقشات مختلفة وأيضا لما تختار أحدها ترى تقدر تختار اللون اللي يعجبك صراحة يعني روكستار فصلوا تفصيل جميل من ناحية الملابس أيضا الخيار الأخير راح يكون خيار الاكسسوريز أو خيار الاكسسوارات راح تكون أول شي عندك اللي هو الغلوفز أو القفازات راح يكون عندك ثلاثة أشكال من القفازات راح يكون أول واحد توبلس يعني يكون أصابع طالعة واثنين البقية تكون الأصابع مخفية عندك صراحة الثاني أحلى شيء ممكن تاخذه اختار اللون اللي يعجبك وبكذا يكون مبروك عليك الغلوفز أو القفاز أيضا تقدر تاخذ المزيد من الاكسسوارات لأرثر مورغين على سبيل المثال ترى تقدر تاخذ له ربطة عنق يعني ربطة عنق صغيرة أو ربطة عنق كبيرة وأيضا لما تضغط عليها اكسسوار ترى تقدر تختار اللون اللي يعجبك أيضا في الحزام حق الكابوي هذا ممكن بشكله راح تعرفونه هذا هو الحزام اختار الشكل اللي يعجبك بعدها راح تختار اللون اللي يعجبك يعني عندك في الاكسسوارات راح يكون عندك اللي هو القفاز وربطة عنق ورح يكون الحزام حق الكابوي هذا زي ما تشوفون في الگيم بلاي تقدر تختار شكله وتقدر تختار اللونه أيضا بالنسبة للإكسسوار اللي بعده رح يكون الاكسسوار الخاص بالجزم والمشهور عند الكابوي بكثرة رح تقدر تحطه في جزمتك وتختار الشكل اللي يعجبك وأيضا تختار اللون يعني صراحة التفاصيل جدا حلوة من ناحية الاكسسوارات اللي ممكن تعطيها آرثر مورغين طبعا مو بس الجنرال ستور يبيع الملابس في محل مخصص في مدينة اللي هو السانت دينس أو مدينة الفرنسية اسمه اللي هو تيلر هذا شخص مسؤول فقط عن الملابس وممكن أيضا تحصل عنده مجموعة من الأشياء النادرة اللي ما تحصلها في الجنرال ستور فيعني هذا الشخص متخصص بالملابس فكيف ما تكون عنده أشياء متخصصة أو أشياء نادرة طيب كذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة سلام